المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم مبدأ أساسي دعت إليه الشريعة الإسلامية رسولنا الكريم كان يقول الناس متساوون مثل أسنان المشط ولا فضل لعربيين على عجمي ولا لعجميين على عربي إلا بالطقوة المساواة بتخلق حالة من الرضا وعدم الشعور بالظلم سواء بين الناس بعضها ببعض أو حتى داخل الأسرة الوحدة ما بين الإخوات قيمة مهمة جدا تحققها في المجتمع ببقى ليه تداعيات وأثار كبيرة جدا إيجابية على كل فرض من الصغير حتى الكبير في المجتمع في ناس بتقول أن في بعض الأباء ممكن يفرقوا في المعاملة بين أبنائهم وده بيكون له تأثير على الأسرة احنا النهاردة هنتكلم عن المساواة بين الناس مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو الشيخ تامر مطر الداعي الإسلامي منوارنا أهلاً وسهلاً من حضرتك طيب بداية كده فعلاً ممكن أب أو أمة أو حد من الأسرة يتهم بأنه لا يساوي بين أبنائهم هم كلهم ولاده وكلهم متعبين وكلهم يعني بيحابي حد على حد فعلاً المساواة بين الولاد في الأسرة ضرورية جداً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه موضوع المساواة موضوع مهم جداً أن احنا نفهم إيه الفرق ما بين المساواة وما بين العدل يعني إيه مساواة أصلاً والإسلام دعا إليها علشان إيه الإسلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس متفاوتون طبقية متفاوتون عرقية عندهم عنصرية وأصل العنصرية جاية من عند إبليس قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين خلقتني من عنصر النار وخلقته من عنصر الطين وعنصر النار عنصر أشرف من عنصر الطين لأن النار يخرج منها النور فهو شايف أنه أفضل فعنده طبقية هذه العنصرية يعني انتشرت في بني آدم فأصبح الناس يفاضلون ما بين الأبيض والأسود ما بين الغني والفقير ما بين الشريف والوضيع هذا من عائلة وهذا من قبيلة وهذا قبيلته قوية قبيلته غنية ده قبيلته فقيرة فهذا التوجه الطبقي العنصري كان منتشر بشدة خاصة مع انتشار فكرة العبيد الرق فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أراد أن يخرجهم من هذا التفكير الضيق ليخرجهم إلى نور وسعة العدل والمساواة أن احنا نرجع للأصل كلكم لآدم وآدم من تراب يعني إذا كانت المفاضلة اللي حصلت ما بين إبليس وما بين آدم لها وجهة منطقية وإن كانت باطلة لكن لها وجهة ممكن تفلسف عليها أنه ده عنصر نار وده عنصر طين طيب المفاضلة ما بينكم منتوا بقى يا بني آدم اللي كلكم راجعين إلى عنصر الطين اللي هو التراب كلكم لآدم وآدم من تراب من أين جاءت المفاضلة ومن أين جاءت الطبقية والعنصرية اللي بينكم وبين بعض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقر هذا بمبادئ الإسلام ومبادئ الشريعة أن يقر المساواة بين الناس المساواة في إيه المساواة أولا في أصل الخلق إن كلنا مخلوقين زي بعض صحيح كلكم لآدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كل الناس خلقوا من أب وأم آدم وحواء عليهم السلام أصل الخلقة وأصل التكليف ربنا سبحانه وتعالى سينظر إلى الجميع الأبيض والأسود والعربي والعجمي والذكر والأنثى في أصل التكليف زينا زي بعض إذن فالمساواة ما بين الناس في أصل الخلقة فيش حد يتميز على حد والتكليف ما فيش حد هيجي يقول له لا أنا أصلنا أبيض فنا التكليف هيكون أقل أصلنا عربي فتكليف مش عقل لا كلنا زي بعض مكلفين زي بعض بالإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وقضاء الصلوات والفرائض وما افترض الله في شريعاته فيش حد يتميز على حد ده الأصل في موضوع المساواة لكن العدل أشمل من ده يعني العدل هو مفهوم أوسع من المساواة نعم كأن المساواة هي خطوة لتحقيق العدل بالضبط هي مبدأ من مبادئ العدل الكل بقى متساوي نحقق بقى العدالة العدل إحنا ممكن نرمز إليه بشيء أو بمثال يعني إنه إذا جاءك اتنين من الناس واحد ما كلش بقاله خمس ستة أيام والتاني عادي كان معاك لسه بيأكل من شوية والاتنين لهم تكليف إنه هندل ده وجبة وندل ده وجبة لو حضرتك ديت لكل واحد وجبة كما هو يبقى إحنا عملنا مساواة لكن اللي ما كلش بقاله أربع خمس ستة أيام وميت من الجوع أيوة ودينا له وجبة ونص ودينا لده نص وجبة إحنا كده ممكن نحققنا العدل كده عدلت تمام واحد عنده اتنين من الأبناء رزق بواحد أول ما تجوز والتاني رزق به بعد تلاتين سنة مثلا لأي سبب من الأسباب الاجتماعية اللي بنشوفها بنلقى أحيانا واحد عمر في العمر فتجوز بعد ما زوجته توفت فرزق بطفله هو كان على مشاري في الموت فقام قسم التركة مش قسم التركة يعني قام خاصي الأخير بجزء بوصية يفاضل فيها عن الأول أنا أسف يا شيختي ده عدل أنا أسف فضل يفاضل مش لو وصية الوارث ولا إحنا بنتكلم في نقطة مختلفة نقطة مختلفة هنرجع لموضوع الوصية الوارث هي أجازها جمهور الفقهاء في حدود الثلث وبإجازة باقي الوارث إحنا هنا بس بنرسي فكرة العدل نفسها ممكن تحصل المساواة ستقتضي أن الطرفين لا يميز أحدهما عن الآخر لكن العدل سيقتضي بما أتاح الشرع من مسألة الإباحة في الجواز الوصية لغير وارث على خلاف بين العلماء طبعا أني أخص الأخير باللي يساعده في أنه هو يكمل تعليمه باللي يساعده في أنه يتربى باللي يساعده أنه يعيش حياة كريمة لأن هذا يستقبل من الحياة وأنا كأب مستدبر الأخ الأول الكبير استقبل معي من الحياة ما لا يستقبله الطفل الصغير داعش في رعاية وحناني طبعا أنت بتصعب على الأهالي كده بقى يا شيخ لأن واحد كان أموره المادية بسيطة في أول جوازه فعلم ولاده في الأول تعليم بسيط أو في حدود المتاح ربنا فتح عليه من واسع والأصغر اتعلم تعليم متميز واتصرف عليه أضعاف أضعاف الكبير هل وقتها يقدر الكبير اللي أخد حبه وحنان ورعاية ووقت أكتر دا عدل اللي حضرتك بتقوليه دا عدل دا خد حبه وحنان وعطف وما كانش فيه ساعة من المال دا خد ساعة من المال وما فيش حجم المدة الزمنية اللي هياخد فيها العطف والحنان مش هيكون قدل قبل كده أخدوه فحنلاق إن ربنا عمل العدل يعني بطريقة طبيعية لوحدها دا كلام جميل جدا شيخ تامر والتفريق هنا ما بين مفهوم المساواة والعدل وأن العدل هو أشمل من المساواة لكن لو خدنا كلام حضرتك وطبقناه على أرض الواقع البعض بيشوف أنه دي قيم مثالية جدا يعني صعب جدا أن نكون عادلين طول الوقت أو أن نكون قادرين على تحقيق المساواة لأن إحنا عايشين بش في الجنة إحنا عايشين في مكان على الأرض في صراع دائم وغيره هذه الفكرة إزاي أنا كمسلم أتحلى بهتين الصفتين صفة المساواة والعدل بالرغم أن الظروف قد تجعني في بعض الأحيان غير عادل غير قادر على تحقيق المساواة بشكل كبير والنفس البشرية تميل دائما الهوى يصيب النفس البشرية ليس فقط على الأبناء أو غيره لكن في الحياة عموما في ميل بشري بيحدث بيفسل هذه القيمة قيمة العدل المساواة أتصرف إزاي كمسلم؟ أولا أنا كمسلم لابد أن ينطوي قلبي ونفسي على حب العدل المطلق ده أمر لا فرار منه المسلم لابد أن ينطوي على حب قلبه ونفسه على حب العدل أنا أحبت العدل هسعى بكل ما أملك أني أعدل بين كل من له حق عليه أي الميل القلبي أمر لا يتحمله الإنسان في صحيفة السيئات النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من زوج صحيح ومأمور أن نقسم بالعدل بين الزوجات وربنا بيقول ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء ولو حرصتهم ولن تعديلوا ولن تستطيعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة أكثر من باقي الزوجات فكان يشكو إلى الله عز وجل ويتضرع إليه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك الحدود المتاحة التي أستطيع أن أعدل فيها وأن أساوي فيها هي ما بين الزوجات في ظاهر الأمر هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وهكذا لكن الأمر القلبي أمر صعب فلا تؤاخذني فيما لا أملك أميلي بقى بالحب إلى هنا أنا عندي خمس أبناء أو ثلاثة أبناء أو أكثر أو أقل فأقبل هذا قبلة أقبل التاني قبلة لأن دائما إحنا عايزين نراعي نفسيات النشء والجيل القادم هذا أملكه هذا أمر سهل وميسور أعطيت ده ادي ده جنيه ادي ده جنيه ده دخلت مدرسة كذا يبقى دخلت تاني نفسي المدرسة طالما الحدود والأمور الظروف هي مساعدة آه الظروف والمحددات مساعدة طيب لكن أنا عندي ولد من الأولاد هو أكثر براً بي بحبه أكتر شوي بقلبي من جوه المسلم لابد أن يكون حريص جداً على أقل يظهر هذه الفروق في المعاملة بين الأبناء ده نقطة مهمة جداً ليه؟ لأن ده بيتك وده عيلتك بعد شوية ده بيعمل مشاكل كبيرة جداً بعد شوية هتقطع الأرحام ليه؟ لأنه اتربى طفل من الأطفال على أنه منبوذ لو رحنا المصحات النفسية والأطباء النفسيين وسألناهم هنلقى أن جزء كبير جداً مش عايز أقول أرقام ولا نسب يعني علشان ما عنديش إحصائية لكن هنلقى جزء كبير جداً من خلال ما بنشاهده ونتابعه ونقرأ من حالات التشوه النفسي عند كثير من الناس والحرافاتهم السلوكية بترجع إلى أنه منبوذ داخل الأسرة أنه فيه أخ من الإخوات كان بيفضل عن البقين أن أنا ما بتحبنيش زي أخويا التالي أقدب نفسي إزاي عشان أضمن أن أنا ما أتباعش هواي كل واحد يقدب نفسه إزاي مش مسألة تأديب لأن فيه أمور بتبقى خارجة عن الإرادة فيه حد مثلاً بيحب الطفل الوسطاني أكتر من البقين يعني دي بتبقى قسمة ربنا لا يظهر ذلك بس ما يفرقش بينهم بشكل مباشر ده المحدد بتاعي يعني خليها أو يعتملها في نفسه في داخله بالضط وإني أكون حريص شديد الحرص على أني لا أميز بين حد من الاتنين يعني إذا ده ارتكب فعل يستوجب العقاب وده ارتكب فعل يستوجب العقاب أراعي وأكون حريص جداً في نفس الموقف وفي مواقف على مدى بعيد لأنهم بيخزنوا إن الاتنين يجب أن يتعاقبوا وما تبطبش على دوت أو أقولوا لا خلاص ما تزعلش وحقك عليها وما يقصدش وتاني أعقبه وعنفه ده بيخزن وده بيخزن يعني نخلي بالنا بس الظروف مختلفة يعني في بعض الأحيان ممكن نشد شوية على الولد عشان يطلع ناشف وممكن نيسر الأمور شوية لبنت مع الاتنين يعني دايماً الوسائل وكل الحاجات اللي ظهر اللي بتلاحظ وتدون لابد إنها تتكتب في دماغنا كويس إن احنا نعدل ما بين الطرفين على طول الطريق سيدنا النعماني بن بشير بيحكي إن أبوه أخدوا هو وأمه وراحوا به لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه عاوز يكتب بستان عنده حديقة عزبة عاوز يكتبها لسيدنا النعماني بن بشير فزوجته كانت فقيها السيدة عمرة بنت رواحة قالت له والله لا أوافق حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم ناخد الإذن فأخذته الولد وأبوه راحوا طلعين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا ما بك قال له يا رسول الله إني نحلت ولدي هذا اللي هو سيدنا النعمان حائط كذا بستان جنين فزوجتي قالت حتى تشهد رسول الله فالنبي نظر إليه قال له ألك ولد غير هذا قال نعم يا رسول الله قال أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال له لا قال له إذن فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور ده ظلم هنا الفقهاء اختلف الحنبلة قالوا أن مثل هذا الفعل فعل محرم لكن بقي العلماء جمهور المسلمين قالوا أن يستحب أن يسوي بين الأطفال في العطية العدل والمسواة هي الأساس اللي حنتكلم عليه الفترات اللي جاية لكن وهو ده اللي كان موجود من قديم الزمان وده اللي كان بيورسي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حراك نورتنا وشرفتنا كل شكرا لك الشيخ تامر مطر إداعي الإسلامي نورتنا أهلا وسهلا بحضر شرفتنا ونورتنا شكرا لك الشيخ تامر Track